وأكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينغ أن القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة فضلاً عن المدمرة الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط تسعى لحماية دفاعات إسرائيل لكنها لا تريد أن تخوض حرباً مع إيران لا نسعى إلى حرب مع إيران ولا نورد أن نرى صراعاً إقليمياً أوسع لكن مجموعات بالوكالة عن إيران هاجمت القوات الأمريكية كما تعلمون في أي من القواعد في العراق وسوريا أو بقواتنا العاملة في البحر الأحمر أو في شرق البحر الأبيض المتوسط ومرة أخرى فإن هذه القدرة تعتمد على الأرض ولكنها تخدم غرضاً مشابهاً لما فعلته مدمراتنا في الأول من أكتوبر في شرق البحر الأبيض المتوسط وهو المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر